مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج محو الأمية بواسطة التلفاز والأنترنت الحلقة دي اليوم خاصة بالأنشطة الثقيفية الداعمة أعزائي المشاهدين اليوم سنتكلموا على واحد موضوع كي يهم الكبير والصغير وكي يهم كذلك المرأة والراجل عنده علاقة بصحة دينا الأمر له علاقة بالأمراض المعدية وسب الوقاية منها إذن عنوان حلقتنا اليوم هو الوقاية من الأمراض المعدية مشاهدين صحى نعمة من عند الله سبحانه وتعالى أعطاها لنا الله تبارك وتعالى وخصنا نحافظ عليها ولكن في هذه الأيام ومع هذا التطور الكبير اللي كيعرف العالم واللي جاب معاه بزاف دي الملويتات دي البيئة وأصبح الإنسان معرضا لكثير من الأمراض المعدية لك تنتاقل عن طريق الطعام والشراب والأدوات ومنها لك ينتاقل عن طريق الدم والمشكيل أن الإنسان ما يمكنش يكون دائما منتبه ومبتعد عن المسببات لك تنتاقل العدوى في بعض الأحيان يقدر ما يعرفش بأن الشخص اللي معاه أصلا مصاب بمراض من الأمراض المعدية أو بفيروس لكي يقدر ينتاقل غير بالسلام أي المصافحة وغيرها من الأمور لذلك في هذه الحلقة غادي نزيدوا نتعرفوا على أشنوك نقصدوا بالأمراض المعدية وكيفاش يمكننا هذه الأمراض نتاقل من شخص إلى آخر وكيفاش نحميوا نفسنا منها باش نعرفوا كثير على هذا الموضوع غادي نخليكم مشاهدين مع هذا التقرير ثم بعد ذلك نعود المقصود بالأمراض المعدية هي أمراض كتضعف الجهاز المناعي وكتأطى على جسم الإنسان بشكل قوي وتسمت معدية لأنها كتنتاقل من شخص إلى آخر أو إلى مجموعة من الأشخاص وتيكون السبب في انتقالها إما الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات أو الطفيليات اللي كتدخل جسم الإنسان وكتنقله العدوى والطرق اللي كتنتاقل بها العدوى كتها ومختلفة حسب نوع المعد كالأمراض اللي كيتصاب بها الإنسان عن طريق التلوث بالدم بحل السيدة والتهاب الكابير وكالأمراض اللي كتنتاقل عن طريق عدة ديال قط أو كلب مصاب ويقدر يقصنا بريق ديالوين قلنا العدوى كالأمراض اللي كتنتاقل من الأم إلى الجانين أو أثناء الولادة وكالأمراض اللي كتنتاقل بلمس مكان ملوة أو تناول طعام أو شراب ملوة بخصوص أعاد العدوى فهي كتختلف حسب نوع المعد وهي أعاد اكتياق مثلا ألم رأس والشقيقة والضباب على العين سيلان الأنف التهابات في الأدو الوسطى ومشاكل في السمع صعوبة في التنفس وألم في الصدر الضوخة ضعف الشهية أو الإسهال الإحساس بالعياء وعدم القدرة على القيام بأي عمل من الأعمال اليومية المعتادة هذه بعض الأعاد اللي كتضاء للإنسان اللي كتن تصب بالعدوى ويقدر ما يبنع لي حتى شيء واحد من هذا الأعاد وينقلن العدوى بلا منشعوه أما حول الوقاية من الأمارات المعدية فيمكن نقوله كين طرق أساسية إذا تبعناها يمكن تقلل من احتمال الإصابة بأحد الأمارات المعدية وتمنع العدوى ما تنطاقلش الجسم دينا ونحافظو بها على صحتنا وصحت قسطنا ومن هذا الطرق مثلاً الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيداً ما نقيسوش الحويج ديال المريض بحل ما تنالكاسي لشاف فيه أو الفوطة دياله وغيها نخليه مسافة بيننا وبين شخص الموصب ما نسلموش باليد على المريض ونحافظو على مواعد تلقيح ضد الأماد سواء بالنسبة للأطفال أو الكيبان أعزائي المشاهدين من خلال ما تتكرف هذا التقرير نكون وخدينا فكرة على الأمراض المعدية والمسببات ديالها والأعراض اللي كيبانوا على المريض وكيفاش خاصنا انتفادوا الإصابة بالعدوى وكيف ما شفته على الشاشة ديالنا الوقت فاش كنت بيعوا التقرير كنت مجموعة من العبارات كتبان على الشاشة ديالنا احنا قد نحاول نلخص هذه العبارات ونديرها عبارة عن مجموعة من الأفكار اذا تبعوا معي على الشاشة اذا هذه هي أهم الأفكار اللي جات في تقرير ديالنا قد نقرأها وانتما تبعوا معي وكذلك المستفيدات المستفيدين ديالنا الفكرة الأولى تقول الأمراض المعدية تضعف جهاز المناعة في الجسم ثانيا الأمراض المعدية سريعة الانتقال بين الأشخاص ثالثا أحرص على نظافتي حفاظا على صحتي رابعا وأخيرا أبتعدوا عن مسببات الانتقال العدوى فعلا مشاهدين نبتعدوا على أي سبب من الأسباب لكي تخلين إنسان اتصاب بالعدوى أي أن الإنسان كيفما جاف هذه الأفكار يجب الإنسان يعتني بالنظافة دياله يجب الإنسان أيضا يعرف بأن هذه الأمراض تضعف مناعة الجسم ويجب الإنسان كذلك يعرف أشنا هي المسببات لكي تسبب انتقال هذه العدوى والآن سنسوّل المستفيدات والمستفيدين ديالنا كان واحد المثال يقول واحد القولة تقول الوقاية خير من العلاج وكلنا نعرفها الوقاية خير من العلاج نريد أن نسوّل ظاهرة ظاهرة وشي ممكن لك تشرحي لناهد القولة لكي تقول الوقاية خير من العلاج تفضلي أنا اللي فهمت خاصة نرد البال صحتنا قبل ما نمرض صحيح فعلاً ظاهرة فعلاً مشاهدينا خاصة نرد البال خاصة ننتزموا بجميع الأمور التي تقينا من المرض أو من العدوى أو الإصابة بالعدوى وننتزموا بشروط ديالنظافة والقواعد ديالها بش دائماً نبقوا في صحة جيدة وكنتمنى السلامة لجميع الناس يكيشوفونا وكذلك المستفيدات المستفيدين ديالنا إذن عندنا واحد القولة أخرى تقول الصحة تاج فوق رؤوس الأصحة الصحة تاج فوق رؤوس الأصحة سنسول سلمة تفضلي سلمة أش نفهمتي من هاد القولة تقولوا أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحة من كيشوفو غير المريض وباش منوليوش بحال هاداك المريض خاصة نحافظو على صحتنا فعلاً سلمة فعلاً صحيح المريض اللي كيكون على فراش المرض راهل وقت فاش كيشوف الصحيح أن الصحيح كيمرس جميع الأعمال ديالياليومية بشكل سالس وكيوليه بحالة حيوية والنشاط راه المريض الوقت فاش كيشوف فيه كيشوف فيه على أنه راه تاج فوق راسه وكيتمنى يكون بحاله وكنتمنى من هنا الجميع الناس مرضى أن الله سبحانه وتعالى يعجل لهم بالشفاء العاجل إذن الآن هاد الأفكار وهاتش نناقشنا مع المستفيدات المستفيدين ديالنا هو اللي غادي نشوفوها أمامنا على الشاشة إذن عندنا جوج ديال الجمل الجملة الأولى تقول الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى وهذا الشير قتلنا سلمة نشوفو الفكرة الثانية أو الجملة الثانية التي تقول الوقاية خير من العلاج نخدو بهذا جزء أمور خاصة الأمر الثاني اللي هو مهم وأساسي خصنا دائما نعتمد على الوقاية جميع الأمور باش نحوين انفسنا ونحميم الناس اللي معانا إما في البيت إما في العمل إذن الآن غادي باش نزيد وانتبتوا المستفيدات عفوا تعلمات ديالنا غادي نحاول ندوز الواحد النشاط اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة إذن كمشتم على مشاهدنا ليومتكلمنا على الوقاية والتكلمنا خاصة الوقاية من الأمراض المعدية دا غادي نشوفوا واحد النشاط من خلاله غادي يزيدوا انتبتوا التعلمات اللي اخذناها في هاد الحلقة تبعوا معايا هاد النشاط إذن كما كتشوفوا معايا على الشاشة أملأوا الجدول بما يناسب عندنا مجموعة ديال العبارات غادي نقراريكم هاد العبارات العبارة الأولى تقول غسل اليديني سيلان الأنف عن طريق الدني ضعف في الجسد ترك مسافة بيني وبين الشخص المصاب وأخيرا باللمس والمصافحة لنطلب منكم مشاهدينا لكي تتبعونا في البيوت ديالهم وكذلك المستفيدات المستفيدين ديالنا نحاول نضع كل عبارة في الخانة المناسبة وكيف ما كتشوفوا عندنا ثلاثة ديال الخانات الخانة الأولى الوقاية من العدوى في الخانة الثانية أعراض العدوى وفي الخانة الثالثة انتقال العدوى إذن نطلب مننا هو نضع كل كلمة في المكان وفي الخانة المناسبة وغادي نبدو إن شاء الله بالوقاية من العدوى الوقاية من العدوى بمعنى أننا ننقل نفسي باش ما نتصابش بهذاك المرض وبهذيك العدوى غادي نقرأ العبارة اللولى غسل اليدين وغادي نسول خالد خالد واش غسل اليدين سبب من أسباب الوقاية من العدوى نعم غسل اليدين سبب من الوقاية من العدوى تبارك الله عليك خالد فعلا غسل اليدين هو من الأمور التي تدخل في الوقاية من العدوى صحيح مشاهدين يجب الإنسان يعود نفسه باش يغسل يدو لأن دائما الإنسان وقت فاش كي يخرج خارج البيت أو حتى داخل البيت يلمس مجموعة من الأسطح وأنه يمرس مجموعة من الأعمال ولهذا أن الدين ديالو قدر تمس مجموعة من الأمراض ومجموعة من الفيروسات ليقدر تكون في هذا السطح أو تكون في هذه أو يكون متناع على شيء في شيء باب أو لا في شيء أمر من الأمور أو في شيء أي مكان ولهذا يجب الإنسان يلتازم يغسل دائما الدين ديالو بالماء والصابون وهذا الشيء سبب من أسباب الوقاية من الأمراض المعدية والآن غادي نمروا العبارة الثانية سيلان والأنف وغادي نسول ظهرة الظهرة شوفي معايا هذه العبارة protector سيلان والأنف وش غادي نضعوها؟ في الوقاية من العدوى؟ ومها في أعراض العدوى؟ وفي نظرك فين غادي نضعوها؟ أعراض العدوى أحسنت ظهرة، فعلا صحيح مشاهدينا إذن أحسنت ظهرة، ولنضعوها في أعراض لكتبان على الإنسان لتصب العدوى وبتالي هذا واحد العلامات لكتبان على الإنسان انه تصب بش من أمراض مثلا الزوكام مثلا فالوقت فاش كيكون في هاد المعراض أن سليان الأنف كي يبن في الإنسان وبالتالي هذا يعتبر من أعراض ديال العدوى والآن غاد نمرو العبارة الثالثة والتي تقول عن طريق الدم وغاد نسول مالكة مالكة شوفي معي على الشاشة عندنا عن طريق الدم واش غاد نضعها في الوقاية من العدوى ولا أعراض العدوى ولا انتقال العدوى تفضلي مالكة من العدوى نعم في عناحنا نتكلم على العدوى سمعيني مزيان مالكة ركزي معايا عن طريق الدم عن طريق الدم واش هذا كيدخل من الأسباب ديالوقاية ولا من أعراض العدوى ولا انتقال العدوى أنه سبب من أسباب انتقال المرض من شخص إلى آخر فيه غادي نضعو دباء عن طريق الدم أشم خانة أقول يا غير راكم ديالها انتقال العدوى انتقال العدوى لهي الخانة الثالثة تبارك الله عليك ملكة أحسنتي إذن غادي نضعو العبارة في الخانة ديالها المناسبة ثم غادي نمشيو العبارة الرابعة والتي تقول ضعف في الجسد ضعف في الجسد واش غادي نضعوها في الوقاية من العدوى أو أعراض العدوى ولا انتقال العدوى وغادي نسوى الليلة تفضلي ليلى أعراض العدوى أحسنت أعراض العدوى هي من بين أعراض ديالها هو ضعف في الجسد فعلا مشاهدين لإنسان لا تصاب شي مرض ولا انتقل لي شي عدوى من الأمراض المعدية فبطبيعة الحال كيكون عنده واحد ضعف في الجسد دياله وكيحص بطبيعة الحال بالألم وغيرها من الأمور كنطلب من الله سبحانه وتعالى يعجل بالشفاء العاجل لجميع المرضى الآن غادي نمشيو نشوفو العبارة الخامسة تقول ترك مسافة بيني وبين الشخص المصاب وعيد ترك مسافة بيني وبين الشخص المصاب فين غادي نضعوها هذه العلماء عفوا هذه العبارة عفوا وسنضعوها في الوقاية من العدوى أولا في أعراض العدوى أولا في انتقال العدوى وغادي نسول سلمة تفضي سلمة وقاية من العدوى أحسنت فعلا غادي نضعوها فالوقاية من العدوى ترك مسافة بيني وبين الشخص المصاب مشاهدين إلى عرفت أن شي مصاب في شي مرض معدي سنخلي بيني وبينه واحد مسافة علاش باش مينتقلش لي هذك المرض ونتصب به ونصب به كذلك الأسرة ديالي والناس لي معايا لذلك ضروري نخلي دائما واحد مسافة باش نقيو نفسنا هذا وليك يتسمى بالوقاية إذن الآن غادي قتلنا واحد العبارة الأخيرة لهي باللمس والمصافحة باللمس والمصافحة واش هي الوقاية من العدوى واش غا نضعوها في أعراض العدوى ولا أنها سبب من أسباب انتقال العدوى وغادي نسول خديجة تفضلي خديجة من انتقال العدوى فعلا باللمس والمصافحة هي سبب من أسباب انتقال العدوى إذن غادي نعود نقرأ لكم هذا الجدول الوقاية من العدوى غسل يدين ترك مسافة بيني وبين الشخص المصاب ثانيا أعراض العدوى من بينها سيلان الأنف وضعف في الجسد ثالثا انتقال العدوى من بين أسبابها عن طريق الدم باللمس والمصافحة مشاهدين الكرام في هذه الحلقة شفنا وتكلمنا على الأمراض المعدية لهي سريعة لانتقال بالأشخاص لهذا خاصة نلتزم بالخطوات لك تساعد على الوقاية من هذه الأمراض المعدية وخاصة الحرص على النظافة والأخذ بأسباب السلامة أعزائي المشاهدين إذن كما شفتم عنها في هذه الحلقة أن الأمراض المعدية سريعة لانتقال بين أشخاص لهذا خاصة نلتزم بالخطوات لك تساعد على الوقاية من هذه الأمراض المعدية وخاصة الحرص على النظافة والأخذ بأسباب السلامة أعزائي المشاهدين بهذه المكتسبات نكون هنا الحلقة دياليوم لك أنت عن الأمراض المعدية لك تصيب الإنسان وهذه دعوة باش نحافظ على نفسنا ونأخذ جميع الإحتياطات اللازمة لسلامتنا وسلامة الناس معنا وسلامة المجتمع كله ونعارف نعمة الصحة بدوامها ومشي بزوالها وكنتمنوا صحة الجميع مشاهدينها إذا بغيتوا تشوفوا هذه الحلقة مرة أخرى مع لكم تبعوها إلا على الرابطين إلكترونيين كيظهروا الآن أمامكم على الشاشة أستودعكم الله على أمل لقاء بكم في الحلقة المقبلة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة